أحمد اللافت للأمر هيئة البثة تحدثت عن وزراء في حكومة نيتنياهو وتحدثوا عن موضوع هذا الرد الإسرائيلي وقال بأنه لا يتناسب مع هجمات إيران على إسرائيل وأيضا كان هناك يبدو هناك اجتماع أيضا اليوم لمناقشة ردود الفعل في ظل هذا الوقت الذي انفجرت فيه هذه المسيرة وفي ظل هذه المعطيات أيضا كيف أحمد تابعت حتى ردود الفعل بشأن ما جرى من هذا الهجوم وعملية ردود الفعل المنتظرة من قبل إيران ردود الفعل متباينة ومتوقعة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد قال إن بإمكان إسرائيل توجيه ضربة أكبر كذلك فعل قطب المعارضة أفيغادور لبرمن وهو وزير سابق للأمن تحت بنيمين نيتنياهو بين عامي 2016 و2019 هذا الأمر مهم بالنسبة إليها أن يعارض بنيمين نيتنياهو عن يمينه أن يزاود عليه في القضايا الأمنية بالتالي عارض هذه الضربة ما نقل عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بنكفير قوله إن هذه الضربة هي تمهيدية وهذه نقطة مهمة في إسرائيل يجري الحديث عن أن الضربة الحالية استهرفت جميع الدفاعات أو جميع الرادارات الإيرانية الموجودة في مناطق مختلفة في إيران تروج إسرائيل اليوم إلى أن إيران بدون رادارات وأنه لا يمكن لإيران أن ترصد أي هجوم إسرائيلي مستقبلي ومن هنا يأتي حديث وزير الأمن القومي لإسرائيلي إيتامار بنكفير عن أن هذا الهجوم هو تمهيده هدف إلى سلب إيران قدرات مهمة منها قدرات على الرصد الجوي الرادارات التي دمرت وكانت تنتشر في مناطق عديدة في إيران بحسب زعم المسؤولين الإسرائيليين ثانيا تزعم إسرائيل أنها دمرت خلاطا مهما لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية بعيدة المدى تزعم إسرائيل أن إيران غير قادرة الآن على إنتاج الصواريخ بعيدة المدى لكنها طبعا قادرة على استخدام الصواريخ التي أنتجت بالفعل خلال الفترة الماضية والتقديرات في إسرائيل أن إيران تملك المئات من هذه الصواريخ وبحسب ما تزعم مسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن إيران تحتاج إلى عام واحد من أجل شراء هذا الخلاط الذي دمر بالأمس من الصين وإن إيران غير قادرة على إعادة إنتاج هذا الخلاط من تلقاء نفسها هذه المزاعم الإسرائيلية ومن هنا يأتي حديث وزير الأمن القومي الإسرائيلي وغيره من الوزراء الإسرائيليين عن أن ما حدث بالأمس هو ضربة تمهيدية وإن ردت إيران قد ترد إسرائيل بدربة أكبر هذه المرة ستكون نتائجها أصعب على إيران لأن إسرائيل تزعم أنه لا رادارات في إيران الآن قادرة على رصد أي تحرك للطيران الإسرائيلي باتجاه إيران وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أيضا أو السابق بني جانتس رحب بالهجوم الإسرائيلي بالأمس لكن السؤال هو الذي يتردد صداه عند كثير من الإسرائيليين ماذا بعد؟ ها قد ردت إسرائيل على إيران توشك على إعلان انتهاء العملية البرية في الجنوب اللبناني الحرب على قطاع غزة لا تحقق أي تقدم من استراتيجي ماذا بعد؟ متى تكرر إسرائيل أن هذه الحرب كلما طالت أكثر كلما لم تعد في صالحها بالتالي تكرر مراجعة عملياتها وإنهاء الحرب وقبول الصفقة اليوم يوم مهم طبعا في الدوحة على اعتبار أن هناك اجتماعا رفيع المستوى سيعقد من أجل إعارة تحريك ملف المفاوضات لكن حتى الآن نسبة التفاؤل ليست مرتفعة ولو أن الاجتماع بحد ذاته مهم بطبيعة الحال نعم أحمد أرجو أن تبقى معنا وأيضا هناك مظاهرات بشأن هذا الملف